ازاي تعمل فيديو كامل بالزكاية الاصطناعي مجاني 100% هنستخدم ثلاث مواقع شات جيبتي عشان نكتبسكريبت والموقع ده عشان نعمل الفيديو وموقع الصوت عشان نحول النص الى صوت احترافي جميل جدا هخليك تشوف جزء من الفيديو اللي انا عملته من خلال الثلاث مواقع دول بصراحة الفيديو ممتاز جدا اسمع كده في قرية صغيرة وسط الغابة عاش أسد صغير يدعى رعد كان شجاعا لكنه لم يواجه خطرا حقيقيا من قبل كان لديه صديقان السنجاب زيزو والبومة حكيمة وكانوا دائما يستمتعون بالمغامرات الصغيرة زي ما انت شفت كده واسمعت الفيديو هقول لك ازاي تعمل حاجة بردو احترافية زي كده اول خطوة هندخل على موقع شات جيبتي كل حاجة باستخدمها سواء النص او الموقع اللي انا باستخدمها سيبها لك في وصف الفيديو وفي التعليقات بردو اول حاجة طلبت منه هنا بقوله انا عايز قصة بالعربي عن ولد شجاع وتكون هي جميلة وسعيدة بس تكون الشخصيات كارتونية وتكون القصة مكونة من عشر مشاهد انت ممكن تعدل على اي كلام من ده سواء عشر مشاهد خمس مشاهد زي ما تحب وهنا طبعا بقوله انا عايز مطالبات عشر مطالبات دي هدخل على موقع بتاع الفيديو هقوله انا عايز المطالبات دي مثلا مشهد بيتكلم عن كزا ومشهد عن كزا بحيث انا هعمل عشر مشاهد برضو طيب هنا طبعا كتب لي الكصة بتاعتي بالعربي في قرية صغيرة واسط الغابة كزا كزا بيديني كل مشهد كل مشهد من دول هيكون ليه فيديو مخصص لي او مشهد مخصص لي اللي هو جزء من الفيديو نفسه اللي انت تعمله كده انا كتبنا او عطناله الامر وهو كتب لنا الكصة والمطالبات بدأتنا تاني حاجة هندخل على موقع اللي هو بتاع الزكاة الاصطناعي ده هنطلب منه ايه ان احنا نعمل فيديوهات دي او الفيديو بتاعنا ده رابط تسجيل هسيبولك فيه برضو مع الرابط فاصل فيديو في التعليقات او ما تدخل هتلاقي هنا مكتوب صين ان هتدوس عليها وتسجل بحساب جوجل او حساب جيت هاب او ما بتسجل بتاخد ريالة خمسين عملة الخمسين عملة ده بتاخدهم كل يوم كل 24 ساعة بتاخد خمسين فانت لو خلصت الخمسين النهاردة بكرة زي دلوقتي مثلا كده او يعني بعد 24 ساعة هتدوس هنا على كريدد وادوس هنا على تشيكة ان عشان يضف لك الخمسين عملة بتاعتك كل 24 ساعة الخطوة اللي بعد كده هندوس هنا على اي اي فيديوز عشان هنطلب منه الفيديوهات بتاعتنا ده فيديو انا بكت عامله قبل كده عايز بس هوريلك حاجة هنا اول حاجة تيكست تو فيديو اللي هي النسخة البلاص طبعا ده هيعمل لك فيديو بجودة عالية جدا لكن الفيديو هياخد منك تقريبا تلات ساعات لغاية ما يتعمل فده ياخد وقت كبير جدا بالنسبة للتاني واحدة اللي هي التيربو دي يعتبر زي ده بالظبط باختلاف الجودة كل حاجة زيل لكن باختلاف الجودة الجودة هتكون قليلة شوية هي مش قليلة يعني للي انت متوقعة يعني ده مسلا فيديو اقول لك هاو ده مشهد انا عامله بالتيربو اللي انا خليه تعمل منه دولت شايف عامله زي بص يعني بصراحة المشهد شكله حلو جدا يبقى كده احنا هنختار ايه هنختار تيربو هيعمل لك في حوالي اربع دقائق بالظبط لكن ده في تلات ساعات التالت واحدة دي تسيبك منها فهنختار هنا تيربو اللي تاني واحدة وهنا ده المكان اللي احنا هنضيف فيه المطالبة اللي احنا طلبتها هنا من شاية جيبتي فانا هنسخ دول كده مثلا او ان انا هنسخ من اول حرف لإيه لغاية الاخر هنسخ كده واروح هنا على الموقع ده وهضيف ده هنا تمام وبعد كده هنيجي هنا في المكان ده لو انا عايز اعمل فيديو عريض بالشكل ده كده مسلا عايز انشره على اليوتيوب او اي منصة تأجبني هاختار الشكل العريض ده اللي هو ستاشر نقطتين تسعة لكن لو انا عايز اعمل فيديو شورت او ريلز هنشره على تي توك او فيديو مسلا على اليوتيوب او الفيسبوك او غيره يعني هاختار اللي هي الشكل الطولي ده اللي هو تسعة نقطتين ستاشر انا نفس انا عايز اعمل فيديو على اليوتيوب فانا هاختار دي وبعد كده هدوس هنا على جينيريت فيديو هيعملهم لي بخمس عملات كده خلاص بدأ يعمل الفيديو بتاعي زي ما قلت لك هياخد أربع دقايق في المشهد الواحد نيجي كمان على المشهد التاني زي كده لو نيجي هنا ننسخ من أول الحرف الاي لغاية نهاية المشهد كليك يمين وهناك كابي وبعد كده نمسح المشهد الأولين ده وكليك يمين وهنا بيست وهندوس هنا برضو نفس الاعدادات بتاعتنا زي ما هي مش هنغيرهم هندوس هنا على جينيريت فيديو تمام كده بيعمل لي المشهد التاني ده المشهد الأولى هو وده المشهد التاني هكرر النفس العملية مع باقي المشهد عشان بس ما تقودش للفيديو انت هتعملهم واحدة واحدة غالي ما تخلصهم طيب بص كده طبعا هو كان المفروض ان هو بياخد الفيديو الواحد او المشهد واحد اربعة دقايق طبعا هو هنا يعتبر مهنج او معلق مبيش اي مشكلة نهائيا يعني هنعمل كليك يمين ورفرش او هنجي هنا على المتصفه وندوس هنا على زرور الرفرش هتلاهم كلهم اتعملوا عادي جدا ما تيلاش وكيقول لنا مسهل ان الموقع في مشكلة ما تعملش المشاهد مش عارف إلا ما تيلاش خالص يعني دي كل المشاهد هنعدهم كده لربما يكون في مشهد مسهل ما تعملش او حاصل في مشكلة واحد اتنين تلاتة بعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة كده في واحد نقص صح انا بس بعرفك الحاجات اللي انا وقعت فيها فمش عايزك انت توقع فيها المشاهد اوله النص ده كده هنستخده كده واروح هنا وهنستخده اه هو المشاهد العاشر فنستخده كده لحادي هنا تمام وهنيجي هنا عادي جدا هندوس هنا كليك يمين وهندوس هنا بيست طيب لو في اي مثلا اي رموز اي اكواس شيلها وبعد كده هندوس هنا على تيكستو فيديو هنختار تيربو لان البلاص بتبقى بعشر عملات لكن تيربو بخمسة بس تمام وحنا خلاص متبقي معي خمس عملات هيدوس هنا على فيديو هشوفها هيظهر لي ايه تمام كده تم بنجاح هستنى لغاية ما يخلص الاربع دقايق عشان الفيديوهات تكتمل عموما انا سيب ده يخلص لواحده وهحمل المشاهد دي عشان انا مش عايزة تتلغبط عشان انت منكم تاخد مشاهد زي كده وتركبه على مشاهد مسلا رقم تمانية وهو مسلا يكون رقم ستة فمش عايزة تتلغبط فنحمله واحد واحد بالترتيب هنيجي هنا هننسخ ده كده هندوس هنا على النص او ننسخ اول وكده لحد مسلا هنا ايا كان هتنسخه ونجي هنا على كنترول وحرف الاف وهنضيف النص بتاعنا تمام تستهو اه هيظهر لي يبقى كده ده المشهد رقم تسعة هاي هنا على المشهد ده هدوس هنا على تنزيل هيتحمل عندي على الجهاز كده هتحمل عندي هاجي هنا على الفيديو كليكي كده وندوس على F2 في الكبورد عشان يبدأ ان هو اي يغير لي الاسم او لو انت مسلا مش شغال معاك كليكي مين وهندوس هنا على اخر واحدة اللي هو شاومور اوفشن لو مش عندك برضه اي ممكن المهمة توصل لهي اي هندوس رينيو وهنكتب تسعة ليه لان المشهد رقم تسعة زي ما قلنا اللي هو هنا هو تمام طيب هنيجي المشهد اللي بعده ده المشهد اللي هو حقوم كيم المفروض يبقى رقم مسلا تمانية هننسى اخيه حاجة من دول اه كده تمانية طيب هندوس هنا على الزحميل وهيبدأ يحمل معي هنقرر نفس العملية مع باقي المشاهد هترقمهم زي ما انت شفت كده بنفس الطريقة يبقى كده اهو تمانية وهكمل الباقي ونكمل الفيديو مع بعض في النهاية خلاص كده اخر مشهد معي طبعا حاولت اكتر من مرة بيظهر لي ان زنزام في ضغط على الموقع فمفيش مشكلة عادي خالص بتعمل كزمان لغاية ما يشتغل معي او لغاية ما الفيديو تعمل معي بعد كده دوسينا على علامة التنزيل ده كده مشهد رقم عشرة ليه لانه قلاص كده كلهم من تسعة الواحد ده المشهد الاخير اللي هو رقم عشرة يبقى كده معي من واحد لحد عشرة الخطوة اللي بعد كده هنحمل برنامج اسمه عشان نعمل منتاج للفيديو هنضيف الفيديوهات دي على الصوت بتاعنا اي برنامج بعد كده هتدوس هنا على هتفتح البرنامج وهتدوس هنا على الخطوة اللي بعد كده هندوس هنا على المكان ده او هنا هندوس على وهنيجي هنا على وهتلاقي هنا الفيديوهات بتاعتك كلها تمام هناخدهم كلهم عادي كده وهننزل الفيديوهات دي بالترقيم بالزبط يعني واحد هننزله هنا تمام بعد كده هنحرك على اليمين خالص كده وهتاخد المشهد رقم اتنين هتحركه كده تمام ونيجي هنا على اليمين هتاخد المشهد رقم 3 وهكذا لغاية ما تكمل العشر مشاهد كده احنا ضيفنا اللي هو الفيديوهات بتاعتنا هنيجي هنا على الموقع بتاع الصوت وهنديله النص بتاعنا اللي هو بتاع المشاهد العشرة هنروح هنا على شات جي بي تي وهناخد العشر مشاهد دول من اول هنا مثلا لغاية هنا وهنفتح اي ملف عندنا على الجهاز وهنضيف المشاهد العشرة زي كده ونبدأ ننصقهم بالشكل افضل من كده يعني المشهد الهول اللي هي القرية المسالمة هنهزفها والنصق كده تمام والمشهد التاني ونهزف وهكذا هتعمل باقي الحاجات كده خلاص تمام هننسى اخدر كلهم كده وهنروح على الموقع بتاع الصوت وهنضيفهم كلهم هنا بعد كده هنا في الفويز هندوس هنا وبعدها هنختار اجمل صوت انا بستخدمه اللي هو بيل هندوس عليه كده كده خلاص الصوت اختار معايا وهسيب كل الاعدادات زي ما هي في النهاية خالص بدوس هنا على جينيريت سبيش كده الصوت اتعامل معايا هندوس هنا على زرار التحميل هينزل عندي على الجهاز كده خلاص الصوت نزل هاي هنا على برنامج المونتاج وهندوس هنا على امبورت وهنختار ملف الصوت بتاعنا اللي هو ده في مكان الدول لوت زي ما هو حمله هندوس هنا على اوبن وهناخد الملف كده زي ما هو كده وهنزله تحت هنا تمام والفراغ ده كده هنحول الصوت او هنحركه كده بالماوس طيب انا عندي هنا مشكلة صغيرة كده اي هي المشكلة؟ ان الصوت عندي اكبر من الفيديوهات نفسها فالحل ايه؟ يعني انت لو كملت النوع هنا مثلا والمشهد ده خلص هيفدل يتكلم عن الفاضي وشاشة سودة صح؟ فالحل ايه؟ بكل بساطة هحدد على دول كلهم كده وهبدأ ان انا هعمل كده على زبيت تمام؟ هجلنا على زبيت وهنزل مثلا دي كده اهي عشان اخلي السرعة بتاعة المشهد بطيئة عشان يتناسك مع الصوت طيب دلوقتي مثلا الفيديو اكبر من الصوت فهنا ممكن مثلا اصغر دي يعني مثلا ديه خمسين اخليها اربعين يمكن تصبت نعاية لا ده زادت هخلي دي مثلا ستين وهدوس هنا في ايه مكان فاضي اه كده مثلا مثلا اخليها خمسة وخمسين انا بحاول ازبطها لغاية ما توصل للمكان ده طيب بص هي زبطت الى حد ما لغاية هنا اللي هو تلاتة وخمسين يعني هي زبطت لحد ما لحد كده يعني الصوت مثلا هشتغل لحدنا وباقي المشهد كده فاضي يعني زي الفل يعني اعتبر مفيش مشكلة خلص انا كده خلصت المفروض ان انا هعمل ايه هدوس هنا على اكس بورت وهنا نختار او نكتب اسم الفيديو بتاعنا هنمزح الكلام ده كده وديكتب اي اسم انت عايزه وبعد كده هندوس هنا وتحفظ الفيديو في المكان اللي انت عايزه عندك على الجهاز الخطوة اللي بعد كده هنختار هنا هنختار اف عشان ما يعملش علامة ما ايه بتاعت كبقط على الفيديو وهنا باقي الاعدادات انا بالنسبة لي سيبة زي ما هي هنا الجودة 1080 بيكسل وهنا دي ماخدها جودة عالية وهنا طبعا ام بفور وهنا 30 اللي هي فريمات يعني فانا شايف ان انت تخلي كل حاجة زي ما هي وفي النهاية خلص هدوس هنا على اكس بورت وهنا الفيديو تحمل عندي على الجهاز على سطح المكتب زي ما انا اخترته تعال كده سمعك الفيديو بالكامل في قرية صغيرة وسط الغابة عاش اسد صغير يدعى رعد كان شجاعا لكنه لم يواجه خطرا حقيقيا من قبل كان لديه صديقان السنجاب زيزو والبومة حكيمة وكانوا دائما يستمتعون بالمغامرات الصغيرة في احدى الليالي اخبرتهم البومة حكيمة ان التنين لهيب الشرير يقترب من القرية خاف الجميع لكن رعد قرر مواجهة الموقف بشجاعة جلس رعد ورفاقه ليضعوا خطة لمنع التنين من تدمير قريتهم اقترح زيزو حفر فخ بينما قالت حكيمة ان عليهم التحدث الى التنين اولا عند الغروب اقترب التنين لهيب من القرية وكان ضخما وله اجنيحة كبيرة وقف رعد امامه بكل شجاعة وقال لماذا تريد تدمير قريتنا تفاجأ التنين بسؤال رعد وقال بحزن انا لا اريد تدميرها لكنني جائع ولا اجد طعاما فكر رعد بسرعة وقال ماذا لو ساعدناك في العثور على طعام بدلا من تدمير القرية وافق التنين وبدأت المغامرة لاجاد حل لمشكلته قادهم زيزو الى مزرعة مليئة بالفواكه السحرية تذوق التنين واحدة فاعجبته جدا وشعر بالشبع دون الحاجة لايذاء احد ابتسم التنين لاول مرة وقال لم يكن احد يهتم بي من قبل لكنكم اظهرتم لكاينتنس اصبح صديقا لهم ووعد بحماية القرية بدلا من تهديدها عاد الجميع الى القرية وكان الجميع مندهشين من شجاعة وذكاء احتفلوا جميعا بتحول العدو الى صديق اصبح رعد بطل القرية ليس لانه قاتل ولكن لانه استخدم شجاعته بحكمة ليحول العدو الى صديق وعاش الجميع في سلام دائما اظن كده الفيديو منتاز جدا كجودة كصوت انت مش نقصك بس غير ان انت بتختار فكرة الفيديو بتعمل عنه المحتوى بتاعه والفيديو بتاعه زي ما انا عرفتك كده وبعدها تنشر بقى على اي منصة انت عايزها وما تخافش مفيش اي حقوق ملكية لان الكلام ده كله متاح على النيت ومجاني وانت اللي عملته بالادوات اللي انت بتستخدمها كل حاجة الحمد لله بشكل مجاني انا عايزتك بس تتابع القناة بتاعتي اشتريه في القناة عشان باذن الله هنزلك موقع كتير جدا زكاي الصناعي هتفيدك يعني الموقع ده مسلا اللي انا شرعته طبعا هيظهر لك انه هو خمسين كوين كل 24 ساعة هنزلك باذن الله موقع تانية بحيس تستخدم كزا موقع عشان تعمل لك كزا فيديو في اليوم وتنزي بقى كصص حلوة سواء كصص على ايام زمان خالص كصص تاريخ كصص مش عارف ايه ايا كان اللي انت عايز تنزيله هيظبط معك جدا لو عندك بقى اي استفسار في اللي انا شرحته ده كله يهيد طبعا تكتبه في كمينت وانا ان شاء الله هرود عليكم واحد واحد وتمنى طبعا تشجعوني باللايك للفيديو وتشاهدوا الفيديو ده مع اي حد ممكن استفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته